موسيقى جيوكس أمفيبيوكس موسيقى مشاهدينا مشاهدي تقصير العرب السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا الأحوال الجوية التي ستسود المملكة ومنطقة بلاد الشام خلال الثلاثة أيام القادمة هذه الليلة بيستمر الجو دارد نسبي وغائم وماطر الأمطار بتكون بشكل متقطع وأيضا يتشكل الضباب في أوقات متفرقة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وخاصة في مناطق المرتفعات الجبلية غدا الأثنين تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا لكن يبقى الجو غائم وتبقى فرصة سقوط الأمطار أيضا مهيئة لكن اعتبارا يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة هذه الكتلة تؤدي إلى انخفاض واضح على درجات الحرارة يعني مثلا على سبيل المثال يوم كانت درجة الحرارة العظمى في منينة عمان ثمان درجات مئوية العظمى غدا الأثنين متوقعا تسجل العظمى بحدود عشر احداشر درجة مئوية لكن تعود يوم الثلاثاء وطن خفض وتسجل بحدود سبع درجات مئوية إذن الجو يوم الثلاثاء بارد غائم ماطر الأمطار بيكون توزيعها بالشكل التالي المناطق الشمالية في لبنان وسوريا وأيضا السواحل بتكون أكبر كمية هطول لكن تقل كمية الهطول كلما اتجهنا إلى الجنوب وإلى الشرق وبناء عليه فإن الحالة الجوية المتوقعة تكون بالشكل التالي أول شيء يوم الاثنين اللي هو يوم غد الاثنين الجو زي ما حكينا ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 13 درجة مئوية غدا الاثنين نتوقع أنها توصل بحدود 10 درجات مئوية إذن الجو غدا بارد نسبي وغائم جزئي رغم حدوث الارتفاع القليل على درجات الحرارة هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة لكن في مساء يوم غدا الاثنين تزداد سرعة الرياح وهناك فرصة لسقوط الأمطار تدريجيا أو تزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجيا في المساء والليل وبالتالي هناك زي ما حكينا في تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم ملامسة لسطح الأرض خاصة هذه الليلة وغدا في الصباح الباكر يعني صباح الاثنين الباكر يوم الثلاثاء الثلاثاء زي ما حكينا تعبر المملكة جبهة هوائية باردة يندفع خلفها الكتلة الهوائية الباردة وبالتالي تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة يوم الثلاثاء الجو بارد غائم ماطر في أغلب مناطق المملكة وأيضا الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا وقد تكون مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا وبالتالي هناك تنبيه من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وأيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وأيضا تزداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية النشطة التي قد تثير الغبار في المناطق التي لا يكون فيها خطول للأمطار خاصة المناطق الصحراوية والجنوبية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن التي هي أماكن المناطق الصحراوية بناء عليه فإن الحالة الجوية المتوقعة تستدعي حدوث أو تستدعي منها إعطاء بعض التحذيرات رغم أن الجو يومي الأربعاء والخميس يميل إلى الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي إذن التنبيهات اللي بنحب نوجهها لجميع المعنيين ولجميع إخواننا المواطنين أول إشي خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب هذه الليلة وأيضا ليلة الاثنين على الثلاثة وغزارة الأمطار يوم الثلاثة وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية ليلة الاثنين على الثلاثة بسبب الغبار والأتربة المثارة بسبب سرعة الرياح في المناطق الجنوبية والشرقية الصحراوية لكن يوم الثلاثة بنحذر من خطر الانزلاق على الطرقات خاصة في المناطق الجبلية بسبب تساقط البرد أحيانا وأيضا خطر الانزلاق على الطرقات فوق المناطق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100-1200 متر عن سطح البحر تقريبا بسبب الأمطار الممزوجة بالثلوج واحتمال الأمطار الممزوجة بالثلوج يوم الثلاثة خاصة في فترة ما بعد الظهر هو احتمال 10-20% فوق مرتفعات جبال عجلون وجباه الشراه فقط وهذه هي الحالة الجوية لكن يوم الأربعة زي ما حكيت يميل الجو إلى الاستقرار الأربعة والخميس وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم وشكرا لمتابعة طقس العرب ولا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية شكرا لكم وإلى اللقاء